أنا عملي عملية تجميل لمنخاري ونادخل شفايثي شغلي عن مشاكل اللي بين السوشيال ميديا جماعة سوشيال ميديا بالعادي ما بتنحل للأسف لعلق إنه كلتا الطرفين عندهم كبرياء المهم هذا الشيء نحنا ما كنا بنعرفه ابدا هذا الشيء عارة عن الصحة ونحنا لسنا مسؤولين عن كل شيء بيطلع باسم كيف علاقصك مع غيث مروان؟ غيث مروان غيث؟ لا غيث زكي كتير يعني ما بيقدر من أي شيء يعمل ضج نور مار يفتتح أولى حلقات برنامجه الجديد ضمن قناة التلفزيون الآن تحت عنوان غير شكل باستضافته لليوتيوبر والصديقة المقربة لإله لانا محمد حيث تتحدث الجميع عن الأسئلة الكثيرة اللي كانت بتخص اليوتيوبرز واللي أغلبها كانت الدراما حيث تعتبر البعض أن الأسئلة جاءت لإثارة الجدل ولا رفع مشاهدات البرنامج فشو رأيكم أنتو؟ غيث زكي كتير يعني ما بيقدر من أي شيء يعمل ضج عزة زعرور أجابت ولأول مرة عن جدل إجرائها لعمليات التجميل ونفت ذلك عبر هالسطوريهات بس بدي أحكي لكم أنه للي بيسألوا عم بكتبوا أني أنا عملية تجميل لمنخاري ونادخل شفايفي فمنخاري زي ما هو من وأنا صغيرة وشفايفي أصلا أنا ما بحب منظر الشفايف يعني علي أنا المنفخين هيك ما بحب أحب خلاص مثل ما أنا إذا عملت إذا عملت أكيد طبعا رح أحكي إذا عملت رح أحكي ليش نخبي يعني ما عادة فقط تخبر بالعكس يعني وجد غيث مروان وبرهم معراوي وعمر القضاء بسوريا قبل أيام حيث شاركوا عدة دستوريهات مع بعض من هناك وأغلبها كان لقائهم بالفانس وتصويرهم معهم واستقبالهم لهداياهم هذا غير احتفالهم بحفلة تخرج أخت غيث مروان لما حيث أقامت حفلة كبيرة شفنا خلالها غناق ورقص وتجمع كبير بحضور شلة غيث مروان وانضمت كل من كارولين وجهينا للشلة بعد ساعات غير عن ذلك فواجهت غيث مروان وبرهم مشكلة وقت تواجدهم بسوريا بعد اكتشافهم أنه في ناس عم تاخد فلوس من متابعينهم ويواهموهم أنهم حيتصوروا مع غيث مروان وبرهم مقابل هالفلوس فقرر الرد من خلال هالاستوريهات على انستجرام اوكي يا جماعة في شي ضروري لازم ندعلكم يا انا وبرهم مشان ما نطلع نحنا يعني بيسوا دلويش اول شي واللي هو انه نحنا كنا بمكان قبل وسمعنا خبر اخر شي قبل ما نطلع انه كان في ناس عم تاخد فلوس مشان تلوكم تجدوا تصور معنا يا عبي الشوم عبي الشوم والله المهم هذا الشي نحنا ما كنا بنعرف فيه ابدا هذا الشي عارن الصحة ونحنا لسنا مسؤولين عن كل شي بيطلع باسمنا اي حدا بديو تصور اكيد ببلاش اشي كل اشي كل اشي كنا اخدانينا منهم لذكر عن جد فأي حدا تاخدون فلوس انا اسف انا ما كنت اعرف في هذا الموضوع وبالحديث عن غيث مروان فنزل دايلر فيديو على يوتيوب كان اسئلة واجوبة مع المتابعين حيث اتلقى سؤال كان كيف علاقتك مع غيث مروان من بعد الخلاف اللي كان بينهم من قبل فترة طويلة ورد دايلر كان هيك يا جماعة ما في مشكلة بيني وبين اليوتيوبر غيث مروان قبل كان في خلاف بين عدة اليوتيوبر وانا ما عدل ليش تدخلت قبل تقريبا شهر كان في فايت بابوظبي غيث جاني وسلم علي وبصراحة مهما كان الخلاف اي شخص يجيني ويسلم علي من غير ما اساسا نتناقش عن الخلاف كذا بالنسبة لي جدا راضي واتوقع انه هو راضي انه موضوع سخيف هو عارف انه سخيف وبالحديث عن الدراما ومشاكل السوشال ميديا اجاب احمد ابو الرب عن بعض من اسئلة المتابعين على انستغرام واللي كان من بينها متت الصالح مع نون واجمع الكل انه المقصود كان نانين بيوتي شغلي عن المشاكل اللي بين السوشال ميديا جماعة سوشال ميديا بالعادي ما بتنحل للأسف لعلق انه كلتا الطرفين عندهم كبرياء انا عندي كبرياء وهو عنده كبرياء او هي فمعنة صالح غالب وفي سؤال ثاني كان انت وا متزعلين؟ واجمع الكل ان المقصود كان غيف مروان واجاب احمد ابو الرب بي في مشاكل بيني وبين كثير من اليوتيوبرز في الوقت الحالي عشان هيك عزلت نفسي وقررت اركز فقط على محتوي وما بحتاج حد غير رب العالمي انا السشاية بتواجد بفلسطين قبل يومين وذلك لحضور حفل زواج اخته فشارك عدة سوريهات وصور من هناك بها المناسبة وعلق على سوري بيسان اللي باركت فيه لاخته بي هقبالنا اسامة مروى اختفى من على السوشيال ميديا لفترة جدا طويلة لاسباب غامضة تساءل عنها الجمهور والسؤال الاكبر كان متى موعد نزول فيديو قطر اللي تم تصويره مع عدد كبير من اليوتيوبرز ابل فترة وما سبب تأخير نزوله لحد الان حيث ذكر البعض عن امكانية مواجهة اسامة لمشاكل تقنية خلت الفيديو يتأخر بل اكتفى بنشر السوري علق من خلاله بي سامحوني عم نشتغل على كم شغلة وراجعين بقوة غير عم ذلك فاطل اسامة بسوريهات بعد عودته للتفاعل على انستجرام واللي كانت من حفل عيد ميلاد امه اللي صارت حاليا بدبي برفقة عائلة اسامة احتفل شهد وسيمان بعند بلاد ابنتهم ميرا بحضور عدد كبير من اليوتيوبرز واللي من بينهم اولاد خالها نارين وشيرو وجلال واللي كان لهم حضور كتير كبير حيث وثقت نارين ذلك بفيديو على يوتيوب واللي اهدت فيه ميرا 24 هدية وبالحديث عن نارين بيوتي فاجابت على سؤال متابع بالاسطر على انستجرام وكشفت انها حتسافل للسويد قريبا جدا لا تلتحق باخواتها البنات سيدرا وشيرو اما شيرو فطلعت عدة اشاعات اخر فترة عنه وتحدث لعدد كبير من الجمهور عن امكانية انه رح يخطب قريبا جدا خاصة من بعد شراءه لبيت خاص به بدبي وهي بتبقى اشاعات غير مؤكدة لحد الان فشو رأيكم انتو اما نورستارش فردت على سؤال متابع كان عندك مشروع جديد وعلقت بمشاريع استنوا كم شهر باذن الله في اشياء عالمية وشاركت صورة من الاستوديو وكتبت يوم كان صعب علي كنت ميتة تعب فشو عم بتحضر نورستارش لمفاجآت جديدة بنظركم واضافة الى ذلك حتسافل لباريس قريبا جدا اما عمر ابو الروب اخ احمد ابو الروب فكانت بينه وبين روان داش اخر فترة دراما جديدة حيث اتهمها عمر بفيديو من فيديوهاته على يوتيوب بالكذب على المتابعين وردت عليه روان بستوريهات انستجرام ولي اكمن حدا بعتلي بوست معين ولي هو هذا البوست تطلع صورة عهدية لهاي اليوتيوبر اللي حكين عنها لو مذكرين الفيديو هذا فهي كانت البنت اللي بتتقرفن من كل شيء لي اه بوفي رخيص اه صالون اه مهم حاجة اخيرة عايزة اوجهها اليوتيوبر عمل عني فيديو النهاردة كامل بيتكلم عني وانه ازاي انا البنت اللي بتقرف من كل حاجة وبتقرف من الحاجات الرخيصة which is not true بس الحاجة اللي بجد اثارت اهتمامي جدا انه عمر تقريبا من كام يوم او من اسبوع تقريبا طلع وكان متضايق جدا من سيامند وشاهد لانه طلعوا هما في الفيديو بتاعهم فانت زعلت قوي انه ازاي سيامند وشاهدي يخلوا المتوعين بتاعهم يهجموا علينا طيب بالنسبة لمتابعينك انت اللي دلوقتي بيهجموا علي انا فيش اي حاجة وحشة ما بيني وبين عمر بالعكس يعني عادي يعني احنا اصلا ما نعرفش بعض وبالعكس انا متأكدة كمان ان هو مش قصده او مش نيته سيئة تجاهي طبيعي لما تطلع انت تتهجم على شخص اكيد المتابعين بتاعك بما انهم معظمهم اطفال هيتهجموا علي الشخص ده وهيقوا يشتموا انه انا فعلا يعني يعني فعلا مش قصدي حية وحشة من الفيديوهات دي خالص وهون كون وصلنا لنهاية فيديو الاخبار لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم كل اخبار اليوتيوبرز اول باول ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على انستجرام عم ناشتر فيها اخبار يوميا وساعدونا نوصل 200 الف متابع باقرب وقت بشوفكم بالحلقة المقبلة الى اللقاء اشتركوا في القناة